طيب النهاردة مباراة الأهلي وبيراميدز مباراة طبعا طبعا مش محتاجين نتكلم على أهميتها خلاص انت داخل في المراحل الأخيرة من بطولة الدور المنافسة على أشدها بتنافس فريق قوي زي فريق نادي الزمالك بيراميدز أيضا هو نفسه فريق متواجد في المنافسة لأن الفريق ما بينه ما بين نادي الزمالك أربع نقاط فقط ومن هنا خلي بالك فيه دوافع كتير جدا جدا عند فريق بيراميدز اللي عنده مطش الأهلي النهاردة واللي عنده كمان مطش قدام الزمالك فبالنسبة له مطشين دول حقيقة وموت لو هم عايزين ينفسوا بكل قوة على بطولة الدور فبالتالي بيخلقوا لبعضهم دوافع قوية جدا لازم انت تكون مركز بشكل كبير جدا كفريق نادي الأهلي لهذه المباراة خصوصا ان انت أهدافك معروفة وطمحاتك الحقيقية طمحات معروفة بالنسبة للجميع فالأهداف ايه في المرحلة الحالية؟ الأهلي وجمهوره عايزين ياخدوا دوري واثنين كاس فانت عندك اتنين من أهم المطشات في الفترة دي مطش بيراميدز النهاردة ومطش الكاس يوم الخميس قدام نادي الزمالك ده النهاء فانت النهاردة تكسب تكون بتقطع الشوط مهمة بتبعد بيراميدز من الصورة شوية وبتقطع الشوط مهمة جدا في مشوارك في بطولة الدوري وبالتالي ان شاء الله تخش على مطش القمة وانت معنوياتك في السماء زي ما هي دلوقتي كده بعد ما لعبنا مطش كبير قوي قوي قدام فيوتشر وبعد ما حققنا نتيجة كبيرة جدا قدام فيوتشر فالمعنويات في السماء بصراحة مبسطين أو بالفرق بعد ما كان في مرحلة صعبة جدا والسخة كانت فيها قليلة عندنا كجماهير وعند اللعيبة نفسها وعند الجهاز الفني وعند المسؤولين وكل حاجة لكن المطش اللي فات خرجنا من حالة دي فبالتالي تكسب تدخل مطش القمة بمعنويات مرتفعة تقدر بإذن الله ان انت تكسب الزمالك طبعا بإذن الله تقدر رغم ان صعوبة المطش وقوة المنافسة وقوة المنافس نفسه لكن تقدر لان انت النادي الاهلي وعندك امكانيات عظيمة جدا وعندك لعبين مميزين جدا بالمناسبة اللي جابه وطلالك كتير جدا مع الفرقة فبالتالي التركيز هو اهم عنصر لازم يكون بيتمتع به الفريق والجهاز الفني خلال المرحلة الحالية بالكامل فبالتالي ان شاء الله الاهلي يكون موفق في مباراة اليوم يا سلام بقى لو لقينا ايه اداء نفس الاداء اللي احنا شفناه طبعا اسلوب لعب مميز جدا لعبي سواريتش ترجمة نانسي قنقر